لو حبينا ناخد تذكيره سريعه كده عن ونحب نتكلم عن حاجات المفروضة ان هي بتخلص بمجرد النظر لو جينا الاول واحدة دي كده بنلاحظ ان احنا عندنا او الشروط بتاعتها ان هو يكون موجود فيه واحد او طيب اللي تحت يكون من جوه وبره يعني ده باور وان وده باور وان وما بيداخله اكس باور وان واكس باور وان بنجي نبص لمن الكبير هل هو بنبص على الايه والبي من الكبير فيهم لنفترض ان البي هو الكبير فبنبدأ بالكبير نقص الصغير هنا بناخد اللي هو كان معاه الصغير وهنا البراكت اللي كان معاه الكونستانت الكبير وهنا بنحط واحد وهنا واحد بس وتخلص المسألة على كده تمام بدل بقى ما كنا نعمل كافرينج والكلام ده هو هو اساسا الكلام ده جاء من الكافرينج بس ده اختصار للكلام اللي فات طيب لو كان هنا اي كونستانت ما كانش وان كان اي رقم وليكن اسمه الكي مثلا بسيطة لو هنا واحد فهنا واحد طيب لو هنا كيه جيب هنا كيه بس وخلاص طيب نجي الكلام ده بالزبط بيطبق هو هو بالزبط اذا كان اللي جاء عندنا تحت اكس سكويرد واكس سكويرد فبنعمل نفس الكلام بالزبط بس بشرط انه يكون فوق كام واحد طيب لو كان فوق ماشي اه طب هيطبق ازاي برضو نفس الفكرة بنشوف من الكبير نقول الكبير نقص الصغير وهنا اكس سكويرد بلس الصغير وهنا اكس سكويرد بلس الكبير وهنا في واحد وهنا في واحد طيب يا باش مواندس لو كان اللي فوق ده غير غير الواحد كان ايه كابتال يبقى الواحد ده ممكن يبقى هنا مثلا ايه كابتال طيب الايه كابتال دي ممكن اكتبها جوه يبقى ايه كابتال هنا وايه كابتال هنا طيب وممكن كمان يكون آآ ده بدل ما هو اسمه الايه لا يكون مسلا الايه اكس بلس البي فهنا هيكون هنا فيه هنا ايه اكس بلس البي وفيه هنا ايه اكس بلس البي ايه اكس بلس البي وهنا A X plus B. الفكرة في حتة معينة بقى. لو كانت الاشارات دي الاثنين positive. لو كانت X squared positive A وكانت X squared positive B فاحنا هنكون كده خلصنا. بينما لو كانت واحدة في الاثنين negative فلو كانت مثلا دي negative. يبقى هيكون هنا negative وهنا negative. الجزء اللي في اليمين ده احنا كده خلصناه. ده كده خلص. بس الجزء اللي في الشمال. لا ده الجزء ده لسه مخلص. ومحتاج اللي تحت ده يتعمل له X minus root A و X plus root A وتعمل له من اول وجديد برشل في ركشن تاني. طيب. آآ نيجي الاخر واحدة ودي مهمة جدا جدا جدا. اللي فوق عندنا هنا X squared. آه. يبقى ازا احنا قلنا اللي فوق دي هنطبقها ازا كان فوق constant او first degree. طب لو كانت second degree X squared. لا لو كانت X squared. هاجي برضه اقول هنا الكبير نقص الصغير اللي هو ال B squared. ال B minus الايه. آآ بس الفكرة بقى هتكون موجودة فين? هتكون موجودة هنا. ان احنا هنا هنكتب الكبير الاول بقى X squared plus ال B وهنا X squared plus الايه. وموجود بقى فوق هنا ال B وهنا موجود في الايه. ضمت تلات حاجات اساسية المفروض الناس تكون عارفاهم لان ده هيفيدك ان انت ما تروحش تستخدم بقى ومش عارف ايه ولا لا لا بمجرد النظر بشكل مباشر. لو حابنا ناخد سؤال بالشكل ده كده. هتلاحز ان السؤال ده ممكن نستخدم فيه الطريقتين الاخرى اللي هو ده وده. فحتلاحز ايه? هتلاحز السؤال لها باش مواندسها انا اساسا ممكن اقسم الكلام ده. ممكن اقسم الكلام ده. ان انا عندي اللي تحت ده هو هو X squared plus الاتنين. وهنا X squared plus التلاتة. وفوق عندي X squared بس. تمام? وعندي تاني. هنا X squared plus الاتنين. وهنا في X squared plus التلاتة. وفي فوق X plus one. فحتلاحز ان انت وزعت اللي فوق على اللي تحت. بحيس خدت هنا X squared فقط على اللي تحت علشان يكون شبه الحالة دي. وخدت X plus one على اللي تحت علشان يكون شبه الحالة اللي ايه? اللي فوق. فالكلام ده بشكل مباشر هنقول ان هو بيساوي. آآ آآ يبقى يدينا واحدة على التلاتة نقص الاتنين اللي هي بواحد في الاخر. وهنا هنكتب X squared plus التلاتة وفوق التلاتة. وهنا نيجاتف دي اساسا. آآ ال X squared plus الاتنين وفوق اتنين. بعد كده بلاس. هنقول برضو نفس الكلام هنا واحدة على التلاتة نقص الاتنين. ونفتح هنا براكت. بس هنا بقى هيكون ايه? آآ هنا هنكتب ال X squared plus الاتنين. وهنا X squared plus التلاتة. وفوق ثري اكس بلاس الواحد. وهنا آآ ثري اكس برضو بلاس الواحد. ويبقى احنا كده خلصنا بمجرد النظر او عملنا factorization آآ بالشكل اللي موجود عندنا ده كده. تمام? احنا كده خلصنا ايه? خلصنا. طيب. نجي بقى نبص للمسائل بتاعة الشيت اللي موجودة او اللي بتتكلم عن لو جينا نبص الاول اول مثال في الشيت طالب ان احنا نعمل آآ او نستخدم ان احنا نجيب زي اللي هم ادينا دي كده. فلو جينا نتكلم على اول واحدة. يبقى هنا الانصر اهو. اول سؤال فيهم آآ ده لو عملنا له. ده كده لو جينا نعمل له مش هينفع نعمل له ايه لان احنا لو كتبنا الكلام ده على الاحزبة بتاعتنا ده مش هيتعمل له طيب هيكون ايه الحل? هيكون الحل بتاعنا ان احنا نعمل سكوير. عشان نعمل سكوير هنقول ان احنا عندنا اس سكوير ده ماينس الاس ماينس التمانية دي انا ممكن اكتبها في شكل. افتح براكت. آآ النيجيتف تمانية دي ما ليش ضعبها خالص. الكنس انت هنقله زي ما هو. هنا هفتح براكت. البراكت ده سكويرد وفيه هنا اشارة.! وده كلام سابت. هياخد من الاس سكويرد از واحدة هيبه هنا في اس. وهياخد من النجيتف اس ده نص الكو اوفيشنت بنفس الاشارة. هيبه هنا هياخد نجاتف واحد على الاثنين. نجاتف واحد على الاثنين دي هعمل لها سكويرينج هتيدينا واحد على ايه? آآ واحد على لا اربعة بس لازم احط لها انا من عندي اشارة ايه؟ اشارة نجاتف. فيبقى ازا الكلام ده ممكن كتابتك الاتي ان هي اس ماينس الهاف بار تو وهنا ماينس دي طبعا هدنا في الاخر اه تلاتة وتلاتين على الاربعة تلاتة وتلاتين على ايه على الاربعة طيب يبقى ازا اللي تحت السؤال اللي فوق ده انا هكتبه كالاتي ان احنا دلوقتي عندنا الابلوس انفرس اه ممكن قبل ما نكتب الابلوس انفرس هنكتب ان احنا دلوقتي عندنا الاس ماينس السبتاشر وفيه تحت عندنا الاس آآ سكويرد ماينس الاس ماينس التمانية دي ممكن تتكتب كالاتي ان هي هتبقى اس ماينس الوان هاف والسكويرد ماينس تلاتة وتلاتين على ايه على الاربعة طالما بقى الاس ماينس الوان هاف فاحنا هحاول تخلي فوق آآ الاس ماينس الوان هاف فطالما انت خليت يا بقى انت هتاخد الاس تقول هنقص منها وان هاف هوقول بلاس وان ايه وان هاف ده كله مكان الايه ده كله مكان الاس وهنا ماينس الايه ماينس الستاشر طيب في الحالة دي الكلام ده هيساوي اه تلاتة وفي هنا الاس مينس الهاف اه بعد كده تلاتة على الاتنين مينس الستاشر وفيه تحت اه الاس مينس الهاف والسكويرد بعد كده مينس تلاتة وتلاتين على الاربعة السؤال ده لو احنا بناخد اساسا لده كده يبقى ايزا لكل الكلام ده على بعضه هيساوي يبقى انا كده شلت ايه اه شلت الشفت اللي كان موجود او لغية الشفت اللي كان موجود وهاجي افتح البراكت بتاعنا واشيل كل براكت بقى احط مكانه اس في شكل طبيعي يبقى هنا هنا الثري اس وده هيدينا اه تسعة وعشرين على التلاتة اللي فوق ده كده لو اتجمع مع بعضها هيدي لك تسعة وعشرين على التلاتة وتحت هيكون عندك اس سكويرد ماينس تلاتة وتلاتين على الاربعة طيب ايجي واحد يقول طب بعد كده بس ماندوس هعمل ايه اقول له بعد كده بقى هتوزع اللي فوق على اللي تحت فده هيدي لك الاي باور نيجي باور آآ بوزوتيف التي على الاتنين وهنا تاخد الثري اس وتحت الاس سكويرد ماينس تلاتة وتلاتين على الاربعة وهنا مينس آآ ممكن تتكتب هنا تسعة وعشرين على التلاتة وهنا واحدة على الاس سكويرد ماينس تلاتة وتلاتين على الاربعة هتلاحز ان الجزء اللي في الاول خالص هيطلع معاك كوشاين يبقى ده بيساوي الاي باور التي ديفايد الاتنين وتفتح براكت الجزء الاول انا هتدي لك ثري كوشاين ليه كوشاين لان الاشارة ده ايه ناجاتيب آآ ده هيدي لك آآ الاس بس مضروبة في كام في روت التلاتة والتلاتين على روت الاربعة روت الاربعة اللي هو بايه باتنين آآ وهنا مينس آآ تلاتة تسعة وعشرين على التلاتة اللي جنبها بقى هتبقى شاين نفس الفكرة بالزبط او نفس الانبوت بالزبط اللي هو هيدي لك روت تلاتة وتلاتين على الاتنين تي بس هتقسم على الكوشاينت ده او هتضرب فيه اتنين على روت تلاتة وتلاتين وبقى المفروض ان انت كده ايه آآ خلصت الحل بتاعك هو انا اسف المفروض ده تسعة وعشرين على الاتنين اساسا خد تسعة وعشرين على الاتنين في بداخل كون تسعة وعشرين على الاتنين آآ وهنا تسعة وعشرين على الاتنين اللي هتكنسل مع الاتنين على طول بشكل ايه الاتنين دي هتكنسل مع الاتنين دي طيب نيجي نبص للسؤال اللي بعضه الجزء ده كده لو جينا نبص للسؤال ده وفكرنا ان احنا نحله ممكن ناخد فمن هنا ممكن نقول ان احنا دلاتة عندنا في اس ماينس الون وفيه تحت اس يتفضل فواحد تانية اولى باش مااندس ماشى ماهو اللي تحت ده هناك وهي اس 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 ممكن تعملها في اكتوريزيجن تب اس ماينس الون واس بلاس الون فده هنستخدم النوع الاولاني ان احنا عندنا كل ما بداخله والبراكت نفسه آآ يبدأ هدينا الايه على اس بلاس البي على الاس مينس الواحد بلاس السي على الاس بلاس آآ الواحد هنلاحظ ان التلاتة كونستان تيجو بالكافرينج هنقول ان الاه بتاعنا اتنين اس مينس الواحد على الاس سكويرد بلاس مينس الواحد لما الاس بزيرو لو الاس بزيرو ده هيدي لك بوزيتيف ون والبي هتساوي الاس مينس الواحد على الاس في الاس بلاس الواحد لما الاس بواحد فده هيدي لك فوق واحد وتحت اتنين وبالمثل هتجيب السيب نفس الاسلوب بالزبط هيساوي اللي فوق هو هو واللي تحت هيبقى اس تايمز الاس مينس الواحد بس هنشيه الاس ونحط مكانها الواحد فهيدينا فوق ناجاتف تلاتة وهيدينا تحت آآ ناجاتف واحد تايمز ناجاتف اتنين فده هيدينا في الاخر بوزيتيف تلاتة على الاتنين طيب طالما جيبنا الايه والبي والسي يبقى احنا دلوقتي عايزين نعمل آآ للجزء ده كده اللي خلاص ممكن نعمله ان شاء الله بشكل ايه آآ بشكل مباشى اللي خلاص احنا جيبنا الايه طلعت ببوزيتيف واحد بنا جينا اعمل سابستيوش انا هون الايه طلعت ببوزيتيف واحد البي طلعت بآآ بوينت فايف السي طلعت بوينت فايف المفروض بنيجتيف ايه سيديد ناجاتف الوان بوينت فايف آآ ناجاتف الوان بوينت فايف فده هيطلع معاك في الاخر خالص واحد علي اس ده هيديلك واحد بعد كده بلاس البي او الهاف في الايه باور بوزيتيف ايه بعد كده هيديلك ناجاتف واحد ونص اللي هي تلاتة على الاثنين في الايه باور ناجاتف التي وده هيكون اللي هو طلبه منك بالشكل ده كده طيب